مع اقتراب ثورة تشرين من اكمال عامها الاول تتصاعد اصوات المنظمات الحقوقية المنددة بالانتهاكات التي طالت المتظاهرين السلميين على يد القوات الحكومية والميليشيات طيلة الاشهر الماضية من عمر الثورة ولا تزال وفي بيان مشترك لمنظمة المحامين الدوليين ومركز جينيف الدولي العدالة في الجلسة العامة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ابلغت الباحثة الحقوقية في مركز جينيف هانا بلاداو المجلس بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في العراق واكدت بلاداو انه منذ الاول من تشرين الاول عام 2019 اندلعت التظاهرات في جميع انحاء العراق تطالب بوضع حد للفساد وتلبية الاحتياجات الاساسية ثم تطورت لا دعوة للانتقال الى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومستدام خالم من التأثيرات الطائفية والتمييز القائم على المحاصصة العرقية وهو ما ادى الى استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين وفي المقابل لجأت قوات الامن الى استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وهو ما ادى الى مقتل اكثر من ثمانمائة متظاهر واختطاف اكثر من سبعمائة اخرين وجرح اكثر من خمسة وعشرين الفا منهم حوالي اربعة الاف اصيبوا باعاقة دائمة الكلمة جاءت ضمن تعقيبات الدول والمنظمات غير الحكومية على تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الانسان حول العالم والتي اشارت فيها الى الانتهاكات ضد المتظاهرين في العراق حيث اكدت بلا داول المجلس ان السلطات الحكومية لم تتخذ اي اجراء حقيقي لمكافحة هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بل كان لبعض الساسة موقف مؤيد لعمليات الاستهداف ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان حرض عدد من المسؤولين الحكوميين بينهم اعضاء في البرلمان اضافة الى عناصر المليشيات على الاستمرار في الاستهداف الممنهج ضد المشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في محاولة لتشويه سمعة الضحايا وتبرير الهجمات لذلك نطالب المجلس الاممي لحقوق الانسان باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في العراق مطالبات متواصلة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في العراق لم تجد صداها لدى السلطات الحكومية والميليشيات ولم تترجم إلى واقع يضغط على نظام المحاصصة الفسد لإيقاف عمليات الهدم الممنهج للعراق والتي تجري أمام أنظار العالم كله دون رادع قانوني أو أخلاقي